الفناني العراقي ستار سعد أهلا وصهلا فيك عبر الجديد أونلاين اليوم أنت متواجد في لبنان لتقوم بخطوة جديدة بمسيرتك الفنية خبرنا عنه مرحبا بكم ومرحبا بمتابعيكم أشكر تواجدكم ويايا إن شاء الله قمنا بتوقيع عقد مع شركة واتري وميوزيك إز ماي لايف وإن شاء الله خطوة جديدة وإن شاء الله نقدم أعمال تليق بالجمهور اللي تابعنا وتشوفون كل ما هو جديد إن شاء الله قريبا بتحس الفنان الناجح شو بيكون ناقصه؟ أي عنصر بيكون ناقصه؟ لبالفعل أنه يكون هو فنان خلينا نقول من الصف الأول أكيد الفنان يحتاج إلى استشاريين ويحتاج إلى شركة أنه تقدمه بصورة صحيحة للجمهور وللناس اللي تابعه وإن شاء الله أنا آمنت بهذه الشركة أنه راح توصلني إلى مرحلة متقدمة وأكيد بالفعل أنه نكون متعاونين الفنان والشركة كقروب نقدم سويا إن شاء الله نقدم شيء إليق بالأغنية العراقية والعربية إن شاء الله The Voice 2 كان من نصيبك وأنت كنت من فريق الفنان العراقي كوظم الساهر اليوم في كتير علامات السفام تتوجه إلى برامج المواهب بشكل عام إنه بيتخرج الفنان عم تقدمه عالم على الساحة الفنية عم تقدمه مواهب عدة على الساحة الفنية ولكن وينهم اليوم؟ أتصور التقصير يكون من الفنان لأنه يحتاج الفنان من بعد البرنامج أنه يشتغل على نفسه أو يشوف ناس يعني يقدر يستفاد من خبرتهم في مسيرة الفنية وأهم شيء الاستمرارية مهما يكون الفنان أنه يكون بظروف خاصة من طلعنا بالبرنامج مرينا بظروف جدا صعبة لكن كان عندنا عزم وعندنا إصرار أنه نستمر ونقدم أعمال والحمد لله والشكر فالفنان لازم أنه يستمر ويآمن بنفسه أنه عنده موهبة ويآمن أنه جمهوره رح يظل يتابعه برنامج ما النوع كيفي؟ البرنامج يعني اختصر أنه مسافة كثير كبيرة لكن من بعد البرنامج هي المهمة الأصعب يجب على الفنان أنه هو اللي يحاول أنه يستمر شو عطاك الفناني كعظم الساهر شو أكتر درس علمك طبعا نوجه لتحية من خلال قناتكم الجميلة انت صلي آخر مرحلة بـ The Voice تصلي وقال لي ستار أنصحك نصيحة أنه تهتم بالرياضة وتهتم بالناس اللي حواليك اللي يعني يكونون وياك وأتمنىك الموافقية أستاذ كاظم الساهر جدا يعني إنسان راقي وتعب ويايا وقدم لي هواي نصاح من خلال البرنامج والحمد لله والشكر يعني قدرنا نأخذ اللقب وإن شاء الله يكون دائما عند حسن ظنه وقدم أعمال أطليق بالأغنية العراق عم تنزف وأنت ابن العراق منوجه تحية لكل أهل العراق من هالمنبر اليوم شو بتقول للعراق؟ أكيد إحنا يعني قلوبنا ويأهلنا وناسنا بالعراق ونتمنى يعني من كل قلبي أنه الأمن والسلام عن بلدنا ونرجع نبني البلد إحنا الشباب أكيد بلدنا بيدنا نبني إن شاء الله والعراق تعب يعني هواية حروب مرت علينا هواية مرت علينا مآسي كافي إحنا لازم يعني هاي المرحلة إن شاء الله تكون مرحلة للعراق والشاب العراقي ومريد الجيل اللي بعدنا ييجي ينظلهم ويشوف حروب مثل ما مرينا إحنا بالظروف اللي شفناها هيك حسيت بغصة من أول مسألتك عن العراق إذا طلبت منك هيك تسمعني شي صغير بصوتك توجهه لبلدك العراق بي هالظروف الصعبة يسألوني شجاك شبيك حيران يسألوني شجاك شبيك حيران حتى بضحكتك مرسومة مرسومة لحزان سبب كل حزن هذا عندي بستان جنة على الأرض فاكهة وغصان نخيل الدنيا عندي وحلة نهران وبطيبة هلي تفاخرت واتباهت لكن من قبل ما من سنة ارتاحت لكن من قبل ما من سنة ارتاحت من حرب الحرب كل يوم طوفان صار النفو الدم والبحرات شان أنادي يا هلي أنادي يا عراقيين لمش من أهل الكرم والخير الخير 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 الله على الصوت بتمنى لك كل التوفيق ستار عن جد أنت من المواهب النادرة اليوم بالساحة الفنية بيمتلكوا صوت حلو وقوي ماشاء الله ستار اليوم شو أكتر شي هيك بتفتقدله بالعراق أنه نحن دايما عنا ذكريات كتير صعبة بها الأمور اللي بيواجهها بلدنا شو أكتر هيك ذكرة صعبة وهيك بتحسها نقطة كتير حساسة والله الظرف اللي دايمر ببلدنا يعني ظرف جدا صعب ويعني أتمنى أتمنى من كل قلب إنه هل المشاكل اللي دا تحصل بالعراق تنتهي ونبدأ خطوة جديدة ويفرحون الأطفال أبسط شي هذا يعني ممكن نقدمه لأطفالنا أنه نريدهم يعيشون بسلام ويعيشون بحب وبخير ويعني أتمنى للخير إن شاء الله يا ربي وأكيد الخير يجيب أهل وناسه الطيبين بدي دخلك بهذا الموضوع ستارس محلة ولكن بتعرف أنت أي موضوع بيصير بساحة الفنية بمثل كل يعني بطل موضوع أنه بيقتصر على هيدا الفنان أو خلص أنه هيدا الفنان بس بيعنيه هيدا الموضوع ما بيدخل زملائه اليوم اللي صار مع الفناني نانسي عجم ويعني كان شي بلاء يعني وأتمنى أنه تمر بسلام ويكونوا بصحة زينة وتعدي هذه المشكلة على خير يا ربي تسمح لي أسألك إذا أنت كنت مكانة كيف كنت رح تتصرف بهالحالي إذا لقيت سارق بنص بيتك والله يعني كل حادث إلى حديث يعني معرف يعني الظرف صعب حقيقة ظرف صعب وإن شاء الله إن شاء الله بمر على خير الفنانسة تار ساعد شكرا كتير لقلك على اللقاء المميز وعلى هالصوت نتمنى لك كل التوفيق وأكيد يعني مع شركة الإنتاج الجديدة رح تقدم أعمال رائعة كالعادة كلمة أخيرة أشكرك على هذا اللقاء الجميل وأشكر قناتكم وأتمنى لكم الموافقية وإن شاء الله يا ربي هذه خطوة جديدة وخطوة جيدة لي إن شاء الله نقدم من خلالها أعمال جيدة وتليق بالفن العربي إن شاء الله شكرا لكم